اسمها الأنسة أماني أماني إيه؟ الله باشا بصراحة ما أعرفش يعني أنا أقولك اسمها أماني حسنين المصري ومنكم نستفيدة باشا واضح أن سعدتك تعرفها كويس طبعا لازم أعرفها كويس مع أنا كمان اسمي أكرم حسنين المصري ساعتك أصدق أن أيوة قصدي من أماني تبقى أختي إيهوها تفتح على نفسك الباب يا حربي وإلا هتبقى فتحت على نفسك أبواب جهنم أنا مش عايزك تكلم أماني ولا تقبلها مرة تانية تانية مش هرحمك حنصفك من على وش الدنيا حمسح اسمك خالص من على الوجود حط كلمتين دول حلقا في ودنك وبقع تنساهم مع السلامة يا حربي مع السلامة قبل che ماذا بيه يا زين يا معلمة هو الضابط ده مش نوع جبه معاك البر ولا إيه كان عايزك في إيه طلعت أخته مين دي لا طلعت أخته ليسا أماني طلعت أخت الضابط أكرم الصحفية أخت الضابط معنى ما يبانش عليه ما يبانش عليه أنا غريل الصود والنايل بستين نيلة عما نخطأ أكرم يلا يلا محنم يلا 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 بينا من هنا ده الخارج من هنا مولود والدخل هنا مفقود يا عم تحرك بقى أنت هتنى حنف عرضك يمشي يمشي هيا حنفي كل ده بتقطع التذكرة أنا مش حنفي رشوام أنا عدلي عبدالعالي المحامي عدلي بيه؟ أنا آسف يا عدلي بيه حصل خير خير يا عدلي بيه؟ في حاجة؟ أنا حبيت بس أبلغك أن الباشا الكبير مستنينا الليلة يريد تعدي علي في المكتب الساعة الثمانية عشان نروح له سوا الباشا عاوز يقابلنا أنا؟ طيب شمعنا أنا بالذات؟ مش هيقابلك أنت لوحدك هيقابلك أنت وعنطر وعزام عادي أتكلم معاكم في اللي حصل الفترة اللي فاتت يا عدلي بيه أنا مليش دعو باللي حصل اللي حصل ده ما كانش مسؤولية أنا الوحدي أنا مش غلطان ما فيش أي مشكلة يا رشوام البضاعة وصلت وتسلمت وكل حاجة تمام حضرك بتقول وصلت؟ إمتى وإزاي؟ لما نتقابل الليلة هتعرف كل حاجة المهم ما تتأخرش مش عايزك تقلق كل حاجة هتبقى تمام مفهوم يا عشوام؟ مفهوم مفهوم يا عدلي بيه تمانية بالظبط هتكون عند حضرتك مع السلامة مفهوم يا عدلي أموت وأعرف فيلي حصل الليلة البارح هههههههههههههههههههههه الحمد لله على السلام يا حربي. الحمد لله على السلام يا زينا. يا لهوي. اللي مبهدلكم كده. وكل ده تأخير. عملت مع صلاح مبارح بالليل. اعب عليك يا حربي. سلمنا الامانة زي ما انت قلت. عفارم عليك هذا بركة. على فرقة صحية. الجادة على اسم صلاح ده. عايزك التكلم اقول ما ترجع. ودنيا. دنيا جات سلاح عليك النهاردة الصوم. دنيا. اه. شمال. لصح كده. تخرجوا من السوادي الليل. ما ترجعوش اللي دلوقتي. قلقتوني عليك. حصل ايه? وبعدين فلو العربية. العربية هتعيش انت يا معلمة. واحنا لول وساطة ربنا ما كنتوش هتشوفونا تاني. احنا اللي احنا تكتب لنا عمر جديد. ليه يا ستي يا رب حصل ايه? بتحكي انت ولا حكي انا. نحكي احنا الاتنين. احنا. احنا. طب بعد اذنك. اهلا يا ناس يا ماني. من زمان ما شفتكيش. اصد يعني من زمان ما جتلناش الاسم. معلش. كنت مشغولة شوية الفترة اللي فاتت. قل لي اكرم فوق في مكتبه? اه في مكتبه. بس معا طين بيحقق معاهم. كانوا حاولوا يسراوه عربية من قدام الاسم. عربية من قدام الاسم? هي حصلت لحد اللي يعيش يا ما يشوف طب قولي ايه اللي حصل الايام اللي فاتت حصل حاجات كتير بس اهم حاجة حصلت ليلة مبارح ايه اللي حصل ليلة مبارح قضية شروع في قتل بس الحقناها على اخر لحظة هي دي فعلا القضية اللي تستاهل انك تكتبي عنها طب بالراحة بقى وبالتفصيل حكيلي ايه اللي حصل قوي قوي ده انا ارجوك بس ممكن يبقى في مكتبي عشان نبقى على راحتنا مش اتفضل 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 يا ليسا هاي احكيلي بالتفصيل ايه اللي حصل فاكرة الجدع اللي استنى استنى هاي يلا قول الجدع الفلتاجي اللي اسمه ابا ضايا ده اه فاكرة مش ده الجدع اللي كان متهم في قضية قتل عمرزق مظبوط كويس انك لسا فاكرة هاي بحاول يقتل مين بقى المرة دي الجدع اللي انت كتبت عنه ده اللي هو اسمه حربي وصاحبه زين حربي مالك يا نسا اماني تخضطي كده ليه لا ابدا ما فيش حاجة طيب حربي وصاحبه زين حصل لهم حاجة لا لا لحقناهم قبل ما يحصل اي حاجة طيب هما فين دلوقتي ابا ضايا ورجالتوا محبوسين تحت زمة الاضح طيب وحربي حربي افرجنا عنه النهاردة الصبع هو وصاحبه زين بعد ما النيابة خليت اقبلي انا اسمه يا رول ماضطرها مش دلوقتي حاجة بعد اذا احد ك مالك يعني هل تريدوا بعمل خلوم بوعلينا سليمس با تزمهوش هرجالة الحصر ده كله هيتلم محدش اداء خالص يعني انا قاعدين هنا في قلب مارينة اللي شوفنا كده يقول في بلتين نفسها هندرب سمك، ستكوزة، سجنباري، كل اللحمة الرأس دي أبا ضايعا نفسه مش علينا بعدين وحطيتكم في دماغو اليوم مش عايز نشيلكم يعمل له قافلة بقى واللم نفسه حسل له هو أبا ضايعا طوله عمره رخيص وهيموته وقا برضه رخيص برضه أنا فالنيابة مرتحتش غلما عرفت انه يلبس البادلة الزرق حسيت وقتها ان خدت بطاري من السنين اللي قدتها في السجن بسبب أدفع نوص عمري واشوفه كده هو في السجن بيتدنجل بالبادلة الزرق طب معقولة خالي نفسك بحاجة صحبي، نمت حبيبة زين لك علي أول زيارة، أخدك ونحن نزوره في السجن لا بالسلحات أبو كشيف، نخد له معانا برضه عشان الواجب شوية عشو حلاوة ولا يستهل حلاوة لعلمة، كبير وعش وجبنة، وبابنة عديمة كمان بس علاقتني عليك، ألف حمديني على سلامنا تسلميلا يا ست ستات طب ايه، احنا مش هناكو اللقمة ولا ايه؟ ده احنا مننبارح، مدوداش النوم ولا الاكل زين عنده حابة، روح ريح كده كلك لقمة، وأو ما تصحك اللي تبغيزنا يا ستة خرج سلام يا ستة المعلمين مع السلام موسيقى لو سمحتم ليس هيلك يا أم حاربي، بسوان هتقطع نفسها عليها جدعان الهم يا رجالة، النهار حينواجه بسه ما قلطناش حاجة اهدو علوك ازاك يا معلمة؟ أهلا يا أختي قالوا لي إن حاربي هنا كان هنا، بس مشي طب ما تعرفيش هلاقيه فين؟ عايزاف ايه؟ عادي، موضوع مهم موضوع مهم ايه يعني؟ موضوع خاص بني وبين موضوع خاص؟ اهه طب ما تعايت شربي حاجة سقعة؟ ولا حاجة بردة؟ بدل من انت سخنة في نفسك معلش، أصلي مستعجلة شوية قوليلي بقى لاقيه فين؟ راح يقيل، قصو ما نامشو طول الليل، تعبان قوي يبقى اللي سمعت صحيح سمعت ايه؟ إن أبو دايك نعاوز يقتله هيا وزين يغطير الصحافة دي وبتستخباش عليها حاجة أبداً شغلتنا يا معلمة شغلتنا قوليلي بقى أنا إيه فين؟ تصل بمين؟ قطلوا بصلاح، هطمنوا علينا يا صلاح يا حربي، ماكلمتنيش مبارح ليه عشان تطمنني أنا لسه راجع دلوقتي أنا وزين كنت فين كل دا؟ الدنيا ولعت من حوالينا والعربية تحرقت وكنا نتقتل كمان واخدونا على الإسبو وبعاكات لعني على النيابة وبعد كده كان موالة صباحا لا 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 استنى عليك كده وهدى وقل لي إيه اللي حصل من الأول عشان أفهم لا لا مش هينفع دلوقتي أنا جتتي تعبانة وجعان نوم هنام وبكرة الصبح بعدي عليك بقى كدك اللي حصل بالتفصيل انت أقول ما تصحى تجيني عشان لو فيقى أي حاجة ننحى نتصرف ماشى يا حربي؟ ماشى أبو صلاة يالله سلام دلوقتي ميني بتصرف بعدها؟ طراحة شوف مين حاضر 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 طيب جاي اهو حربي الحمد لله إنك بخير ايه حربي مالك؟ مابتردش ليه؟ انت إيه اللي جابك؟ إيه اللي جابني؟ لما عرفت اللي حصل قلت أجي أتطمن عليك فيك الخير والله؟ إيه فيك الخير دي يا حربي؟ مالعز إن أقولك إيه؟ تشكري؟ تكتر خيرك؟ أهو في حاجة حصلت؟ مفيش حاجة حصلت مالك يا حربي؟ ماليش يا ستة أنا تمام كويس إيه يا حربي في إيه؟ انت بتكلمني بيقولك كده ليه؟ هو أنا زعلتك في حاجة أو في حاجة دقيقتك مني؟ أنيسة أماني إحنا هنا في منطقة شعبية ودخولك وخروجك علينا كل شوية مش حلو ممكن يخلي الناس ترتش بالكلام الحوارات والمواضيع اللي بيننا خلاص عملناها وخلصنا منها وأنا بصراحة مش شايف بقى أي داعي إن إحنا نقعد ولا نتقابل ولا نتكلم تاني مع بعض خلاص خلصنا كلام اللي بيننا لحد كده وانتهى وأظن كفايا لحد كده بقى تقوموني بحاجة تانية؟ لا يا حربي شكرا